اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة فيلمينيوم معاكم كل عادة وسيمة فيلم تعرفوا المحتوى بتال قناة هذه اللي هي الطرق في الأحداث ولقاءات التاريخية يعني ديما من برب شو في الماضي ونحكيوا على حاجات صارت قبل استخدام الأوراق الحمراء والصفراء حرب ما بين الزوز بلدان في جرة لقاء كورا منتخب تونس بين أربعة وتسعين وستة وتسعين ضربة الجزاء بانينكا وغيرها بطبيعة زادة اللي يتبعوا القناة متاعي يعرفوا اللي أنا ساعات نتجول نصور ونوثق تنقلي للقاءات كما في كاس العالم الفين واثنين وعشرين في قطر كما لقاءات أولمبياكوس خاصة ندربي أولمبياكوس وباناثينايكوس السوبر الأوربي زادة السوبر هي إشبيليو ماشيستر سيتي لكن ساعات نحكي على حاجات فرشكة حديثة كما ري منتعدة تاريخية لكي نحكيو عليها في حلقة اليوم اللي عملها فريق أولمبياكوس اليوناني يلا قبل ما ندخلوا في الموضوع خليك تعمل فولو للقناة وتفعل هذا الجرس ولايك كل عادة لايك مقبل ما تتفرج مثلش دوري المؤتمرات هذي اللي قاعد يصير طوى الفين وعبع عشرين أولمبياكوس ومكابي ملكيان أولمبياكوس في اللقاء ذهب يستقبل في أثينا وجماهير مكابي اتحاولت بأعداد كبيرة لأثينا وصارت برشا أحداث قبل اللقاء أبرزا أنه تم الاعتداء على الشيب كان يقول فري بالسطين 4 παρα 10 όταν ένας Ιρακινός βρισκόταν στα σκαλιά πίσω με το συμπλατεί συντάγματος μαζί με ένα ακόμη άντρα εγκαιπτιακής καταγωγής για άγνωστο λόγο ο Ιρακινός εκτόξευσε ένα βουκάλι κατά των οπαδών της Μακάμπη και τότε δέχτηκε επίθεση σε επίπεδο λιντσαρίσματος από δεκάδες πραγματικά Ισραηλινούς οπαδούς η οποία έβγαλε και ανακοίνωση του αρχηγείου της ελληνικής αστυτομίας το οποίο επισήμανε πως οι αστυτομικοί παρενέμπησαν άμεσα και μάλιστα υπήρξαν δύο προσαγωγές για την ιστορία να πούμε πως ο 23χρονος άντρας που δέχτηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο κάτω που και νοσηλεύεται Μάλιστα, Σε ευχαριστούμε πολύ Τα πραγματικά, ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε πολύ συγγνώρισμο αποID يعني مكتفين للدين وصارت استفزازات مع جماهير الكيان للأمانة ووقت اللقاء إذن كما ذكرت تم منع إدخال أعلان فلسطين والكوفية وصار تفتيش كبير الحقيقة مش كما التفتيش اللي سير في تونس صحيح تفتيش كبير لكن تفتيش اللي في تونس حاجة أخرى تم استخدام الهواتف سواء آيفون أو أندرويد اللي هو وتم تشغيل علام فلسطين من أجل استفزاز الجماهير مكابي بطبيعة إذن لقاء الذهاب ينتهي أربعة واحد للفريق الإسرائيلي على فريق أولمبياكوس المهمة صعيبة برشا إن لم تكن مستحيلة على فريق أولمبياكوس لقاء الذهاب كان في أثينا بتبيع لقاء الياب مصارج في الأراضي المحتلة فاقدي الهوية وفاقدي الكل شيء لو كان جاء عندهم أرض رام لعبوا في بلادهم البداية كان تقوي الفريق أولمبياكوس وانتهاء اللقاء على نتيجة أربعة واحد يرجع لهم الحارة متاحهم ويمروا للأوقات الإضافية وهدفين أخرين الفريق أولمبياكوس في الأوقات الإضافية وينتهى اللقاء ستة واحد للفريق اليوناني أمام فريق مكابي زكرة حقيقة الريمونتادة خرافية وريمونتادة محترمة ليس محترمة أكثر من محترمة لأنك خاصة في بلادك بحارة أربعة واحد في أثينا وترجع عليهم وتفوز بستة واحد وخاصة للمغاربة سجلوا يعني سواء أيوب الكعبي هو لسجل الهدف الوحيد في لقاء الذهب وسجل كذلك في لقاء الإياب ويوسف العربي نفس الشيء سجل هدف إن شاء الله عجبتكم كل عادة الحلقة ما تنساش باش تحطوا آراءكم في كومنتارات وتبرتجوا الفيديو مع أصحابكم إلى اللقاء نلتقي في حلقة قادمة اشتركوا في القناة